موسيقى 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 فيلاديمير بوتن معظمنا لا يعرف الكثير عنه فقط انه الزعيم الروسي الذي ولد في السابع من اكتوبر عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين بعد الحرب العالمية الثانية في مدينة سان بيترسبورغ الروسية والدته تدعى ماريا ايفانوفنا شلموفا ووالده يدعى فيلاديمير سبريدونوفيتش بوتن والدتي لم تعمل في مصنع بل كانت ربة منزل ووالدي بعد تخروجه في كلية مهنية ذهب للعمل في مصنع كمهندس ومع بداية الحرب التحق بالخدمة العسكرية في فرقة من فرق الوحدات الخاصة التي ارسلها الجيش الى احدى اكثر الجبهات القتالية خطورة وهي جبهة لينينجراد كنت الطفل الاصغر حيث فقد طفلين قبلي الاول في حصار لينينجراد والاخر في الحرب الوطنية كان لدي الكثير من الحرية وكنت اقضي الكثير من الوقت في الافنية وليس الطرق بدأت امارس الجودو واصبح هذا احد العوامل التي غيرت حياتي للافضل كان مفيدا جدا بالنسبة الي انهيت دراسة الثانوية في لينينجراد ثم التحقت بكلية الحقوق بجامعة لينينجراد ومتى التقيت بزوجتك لودميلا بوتينا كان ذلك بعد سبع سنوات والتحقت بجهاز المخابرات السوفيتية عام 75 كان وقتها يوجد نظام لتوزيع الوظائف على الخريجين في مؤسسات التعليم العالي السوفيتية لذلك بمجرد تخروجك في مؤسسة للتعليم العالي يجب ان تذهب للعمل حيث تم توزيعك وبسبب نظام توزيع الوظائف التحقت بالجهاز اجباريا لكنني ايضا اردت العمل هناك وبالمناسبة لقد التحقت بكلية الحقوق لانني اردت العمل في جهاز الاستخبارات السوفيتية وتحمست لذلك بسبب الافلام والكتب عن المخابرات الروسية صحيح كانت هناك كتب وافلام عن ذلك هذا صحيح لقد اقمت في مدينة دريسدن الالمانية من عام 85 الى عام 90 لكنك مكثت في لينينجراد فترة اطولة في السنوات العشر الاولى لينينجراد وموسكو في مدارس خاصة من عام 85 الى عام 90 كان مجتمع المانيا الشرقية وقتها حزينا بعض الشيء ليس قاتما تماما لكنه كان مجتمعا راكدا في الخمسينيات ثم عدت الى موسكو وعاصرت تطبيق برنامج بيرسترويكا كان من المفهوم جدا لجورباشوف وفريقه ان البلاد بحاجة الى التغيير اليوم استطيع ان اقول بامان انهم لم يفهموا التغييرات المطلوبة او كيفية تحقيقها لكن تلك كانت افكار جورباشوف وانت تأثرت بها هذه ليست فكرة جورباشوف هذه الفكرة من الاشتراكيين الطباويين الفرنسيين لذا لا علاقة لجورباشوف بها كانت ميزته في شعوره بالحاجة الى التغيير هذا صحيح وحاول تغيير النظام بالفعل ولكن المشكلة ان هذا النظام لم يكن فعالا في قواعده كيف يمكن ان يتغير الوضع جذريا وفي الوقت نفسه يظل النظام يحفظ الوطن هذا شيء لم يعرفه احد في ذلك الوقت ولا حتى جورباشوف نفسه ولذا قادوا البلاد الى الانهيار في ذلك الوقت انهار نظام الضمان الاجتماعي بالكامل وقطاعات اقتصادية كاملة توقفت تماما وكان النظام الصحي في حالة خراب القوات المسلحة كانت ايضا في حالة يرثى لها وملايين الناس سقطوا تحت خط الفقر وعلينا ان نتذكر ذلك ايضا انتقلت الى موسكو عام 96 واصبحت على الفور رئيسا لجهاز الامن الفيدرالي الروسي لا ليس على الفور انتقلت الى موسكو اولا وبدأت العمل في القضايا القانونية ثم نقلت الى مجلس الادارة بالجهاز ثم اصبحت مديرا لجهاز الامن الفيدرالي في هذا الدور لا بد انك لاحظت كم كان الامر محيرا وكم كان الوضع في فوضى واضحة هذا صحيح لقد رأيت ذلك واحيانا اسمع انتقادات موجهة الي لانني اسف لسقوط الاتحاد السوفيتي والاهم انه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وجد خمسة وعشرون مليون روسي انفسهم في الخارج في ليلة واحدة وكانت تلك واحدة من اكبر الكوارث في القرن العشرين عاش الناس في بلد واحد وكان لديهم اقارب وشقق وعمل وكانوا يتمتعون بحقوق متساوية وفي غمضة عين وجدوا انفسهم في الخارج حيث كانت بلادنا بها انقسامات ثم حرب اهلية واسعة النطاق في اكتوبر عام 93 كانت روسيا على شفى حرب اهلية ما بين نواب البرلمان من جهة والرئيس بوريس يلتسن وانصاره من جهة اخرى وعلى مدى يومين اشتعلت حرب شوارع وخلفت مئات القتلى والجرح الروس طبعا رأيت ذلك خاصة عندما اصبحت مديرا لجهاز الامن الفيدرالي في نهاية عام 99 كنت رئيسا للوزراء واصبحت رئيسا لروسيا عقب استقالة الرئيس السابق يلتسن علانية في مؤتمر صحفي مفاجئ لاحظ الجميع ان يلتسن كان تحت تأثير تعاطي المشروبات الكحولية بسبب الطريقة التي تحدث بها وحركته امام الكاميرات وفي العلن لا اعتقد ان لدي الحق في اصدار اي احكام بشأن جورباشوف او شخصية يلتسن مثلنا جميعا كان لديه مشاكله لكن كانت لديه ايضا نقاط قوته ويكفي كلا منهما انه لم يتنص القط من مسئوليته الشخصية بل كان يعرف كيف يتحمل المسئولية لكن ما قلته صحيح لم يكن سرا لقد كان حقيقة الكثير من رؤساء الوزراء يأتون ويذهبون وفجأة اصبحت انت رئيسا للوزراء ثم رئيسا مؤقتا والان انت رئيسا لروسيا اجل انها قصة غريبة لقد اتيت من لينينجراد الى موسكو وبشكل عام لم يكن لدي في موسكو دعم قوي ولا اتصالات جئت في عام ستة وتسعين وفي الاول من يناير عام الفين تسلمت منصب الرئيس لا اعرف لماذا اختارني يلتسن ولكن رفضت عندما عرض علي الوظيفة لاول مرة لماذا رفضت؟ حسنا لقد دعاني الى مكتبه وقال انه يريد ان يجعلني رئيسا للوزراء ويريد ان اترشح للرئاسة فقلت انها مسئولية كبيرة وهذا يعني انني ساضطر الى تغيير حياتي ولم اكن متأكدا مما اذا كان هذا هو ما اريد تغيير حياتك باي طريقة فانت بيروقراطي حكومي منذ وقت طويل حسنا انها قصة مختلفة تماما الامر مختلف تماما عندما تكون بيروقراطيا حتى على مستوى عال يمكنك تقريبا ان تعيش حياة طبيعية يمكنك مشاهدة مقالاتك والذهاب الى السينما والمسرح دون تحمل مسئولية مصير الملايين من الناس وعن كل ما يحدث في البلاد كان تحمل مسئولية روسيا في ذلك الوقت امرا صعبا بصراحة لم اكن اعلم ما هي خطط الرئيس يلتسن بالنسبة اليه ولم اكن اعرف الى متى سابقى هناك لانه في اي لحظة يمكنه ان يقول انت مطرود لم يكن بوسعي سوى التفكير في شيء واحد اين ساخفي بناتي وماذا فعلت؟ اذا قلت وداعا فلن يكون لدي حارس شخصي ولا اي شيء ماذا كنت سافعل؟ كيف كنت ساعيش؟ كيف يمكنني حماية عائلتي؟ لذلك قررت انه اذا كان هذا قدري فسامضي فيه للنهاية ولم اكن اعرف انني ساصبح رئيسا لم تكن هناك ضمانات حول ذلك ولكن في هذه الفترة لم تتمكن من رؤية زوجتك وبناتك كثيرا لا كنت اعود الى المنزل في وقت متأخر جدا واذهب الى العمل مبكرا جدا لكن بالتأكيد رأيتهم ولكن لفترة وجيزة جدا هل تستيقظ في الرابعة صباحا؟ لا لم استيقظ قد في الرابعة صباحا اذهب الى النوم في الواحدة او الواحدة والنصف بعد منتصف الليل واستيقظ في السابعة صباحا انام دائما من 6 الى 7 ساعات فقط في اليوم اليس لديك اية كوابيس؟ لا هل يأتي هذا الانضباط من خبرتك العسكرية من عملك بالمخابرات السوفيتية؟ اعتقد انه بسبب الرياضة والخدمة العسكرية طبعا انت تبني فلسفتك في الحياة على مبادئ الجودو حسنا الامر ليس بهذا التعقيد الفكرة الرئيسية هي المرونة عليك ان تكون مرنا وتستفيد من نقاط ضعف خصمك فالمرونة والمركزية هما طريقك الى النصر الحقيقة انه بدون الانضباط سيكون من الصعب عليك العمل وسيكون هناك نقص في القوة لمعالجة القضايا الحالية وخاصة لاستراتيجيات عليك دائما ان تحافظ على لياقتك في عام 2000 اصبحت رئيسا لروسيا وحصلت على 53% من الاصوات بشكل غير متوقع آنذاك ووقتها كانت هناك حرب مروعة في الشيشان حقا وبالمناسبة اندلعت الحرب الشيشانية الثانية في اغسطس عام 99 وكانت تجربة فضيعة لبلدنا ولكن كان علي تحمل مسئوليتي ومواجهة الوضع الذي كان حقا فترة صعبة جدا لادارته خلال فترة ولايتك الاولى قمت بالعديد من الاشياء الايجابية كبناء صناعات الهندسة الالكترونية للبتروكيماويات والعديد من الاشياء الجيدة للزراعة وارتفع الناتج المحلي الاجمالي وكذلك اصلاح الجيش الذي وضع حدا للحرب في الشيشان والتصدي لملف الخصخصة في روسيا اليس كذلك؟ الامر ليس انني توقفت عن الخصخصة بل اردت فقط ان اجعلها اكثر انصافا وانضباطا وبذلت كل ما في وسعي لضمان عدم بيع ممتلكات الدولة مجانا لقد انهينا المخططات التي ادت الى ظهور طبقة الاوليجارشية سمحت هذه المخططات للبعض ان يصبحوا بسرعة من اصحاب المليارات كما تسببت في وضع حرج حيث فقدت الحكومة السيطرة على الصناعات الاستراتيجية او بالاحرى تسببت في تدمير تلك الصناعات لذلك لم يكن هدف وقف الخصخصة بل جعلها اكثر منهجية وانصافا عندما اصبحت رئيسا لروسيا اعتقدوا ان ذلك لن يدوم ولكن في الواقع حدث عكس ذلك قيل لهم انه لن يمس اي شخص ممتلكاتهم بل ستحمل حكومة ممتلكاتهم حتى لو كانت القوانين السارية وقتها غير عادلة لكن القانون هو دائما القانون ويجب احترامه لذا اجتمعت بكبار رجال الاعمال في مناقشة مفتوحة واخبرتهم انه سيتم التخلص تدريجيا من المخططات الموجودة سابقا وانه يجب ان تكون القوانين اكثر عدلا وانصافا وان على الشركات تحمل المزيد من المسئولية الاجتماعية والعديد من رواد الاعمال الذين تكيف معظمهم مع القوانين الجديدة شعروا بالراحة مع صدورها ولما لا يكونون سعداء بذلك اولئك الذين يكسبون الملايين او المليارات لا يعود الفضل في ذلك الى موهبتهم في ريادة الاعمال ولكن بفضل قدراتهم على اقامة علاقات جيدة مع الحكومة فقط قلة منهم اعترضوا خفضت معدل الفقر بمقدار السلسين اجل صحيح في عام الفين كان متوسط الدخل سبعمائة روبل بينما في عام الفين واثني عشر صار تسعة وعشرين الف روبل اجل صحيح في عام الفين واربعة حظت بشعبية كبيرة واعيد انتخابك بنسبة تجاوزت السبعين في المئة وفي عام الفين وثمانية لم يسمح الا بفترتين فقط ولذا عدت رئيسا للوزراء نعم انا اعمل بجد وبنجاح كبير بشكل عام ولكن في ذلك الوقت كان رئيس روسيا شخصا اخر وليس انا اعرف الاراء حول هذه الفترة في بلادنا وفي الخارج يجب ان اقول ان الرئيس مادفيديف قام بمهامه بشكل مستقل لانه يمكن لشخص واحد فقط ان يكون رئيسا للبلاد وهو فقط من ينتخبه الشعب وفي عام الفين واثني عشر اصبحت مرشحا للرئاسة وفزت بنسبة ثلاث وستين في المئة اجل صحيح بحسب ما ورد ثمة خمس محاولات لاغتيالك على الاقل حتى الان وحينما قابلت فيد الكاسترو اخبرك بانهم حاولوا اغتياله اكثر من خمسين مرة حسنا لقد تحدثت مع كاسترو عن هذا الامر قال هل تعرف لماذا ما زلت على قيد الحياة فسألته لماذا فقال لانني كنت دائما اهتم بسلامتي بنفسي اقوم بعملي ويقوم ضباط الامن بعملهم ويستمرون في القيام بذلك على نحو جيد لذا انا اثق بهم هل تعلم ماذا يقول الروس يقولون انه من كتب له الموت شنقا لن يموت غرقا الرب وحده يعلم قدرك وقدري ولكل اجل كتاب السؤال هو ما الذي سنحققه حتى الان في هذا العالم واذا ما استمتعنا بحياتنا من عدمه يقولون انك انشأت ما يسمونه مجلس الامن الروسي حسنا لقد قررت قبل عدة سنوات تشكيل مجموعة صغيرة جدا تتكون من مختلف مدير اجهزة المخابرات التي اطلقنا عليها اسم مكتب الامن في روسيا هل تجتمعون يوميا لا نحن نجتمع مرة واحدة اسبوعيا عندما تواجهك مشكلة معينة ولا تتوصل الى حل لها في يومها فهل ذلك يدفعك الى الجنون هذه ليست قضايا لم يتم حلها ولكنك تتحدث عن عملية حل هذه المشاكل احاول ان افعل ذلك باكثر الطرق ابداعا تخيل رساما في العمل وحان وقت العشاء يترك الصورة ويذهب لتناول العشاء لكن هذا لا يعني انه انهى عمله بل حينما ينهي الرسام لوحته وقتها فقط يكون جاهزا للراحة يجب ان يكون لدي هذا الاحساس بالانجاز احاول ان لا اقارن نفسي بالمحترف المبدع لكني ابحث عن اجابات مشابهة للعملية التي يقوم بها المحترفون المبدعون كان الرئيس الامريكي رونالد ريغان مشهورا بحفاظه على الروتين حيث كان يعود مبكرا لتناول العشاء بالبيت الابيض في السادسة مساء ويشاهد التلفاز مع زوجته انه رجل سعيد ومنظم بشكل جيد للغاية وكان هذا بلا شك انجازه العظيم ريغان كان يؤمن بتفويد السلطة لمن حوله فما تعليقك حول ذلك؟ هناك مسألتان بحاجة الى المعالجة تحتاج الى العثور على الاشخاص المناسبين وبعد ذلك عليك تفويد السلطة لهم يبدو انك تفعل ذلك بالطريق الصعب حسنا هذا ممكن لكنه ما افهمه وشيء اطمح الى القيام به لكن هناك فرقا كبيرا بيننا رونالد ريغان كان رئيس الولايات المتحدة الامريكية وعلى اي حال مشاكل امريكا لا تقارن بما واجهناه في روسيا في اواخر التسعينيات واوائل القرن الحادي والعشرين ولكن ريغان اسهم في تحسن الوضع في الولايات المتحدة الامريكية امريكا شبه مفلسة ومزيفة في الواقع انها اشياء مختلفة تماما حجم ديون امريكا اليوم 18 تريليون دولار بينما تمثل ديون روسيا 12% فقط من الناتج المحلي الاجمالي ومن المهم تذكر النسبة المئوية للناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة تبلغ حصة الدين مئة بالمئة مقارنة بناتجها المحلي الاجمالي اما نحن فديننا ضئيل من 12 الى 13 بالمئة فقط وفي الوقت نفسه لدينا مستوى اعلى بكثير من الحجوزات 360 مليار دولار احتياطيات البنك المركزي ولدينا ايضا صندوقان احتياطيان اخران بقيمة 80 و70 مليار دولار نمول بهما عجزا صغيرا في الميزانية ارتفعت اسعار السلع الغذائية بنسبة 20% في عام 2015 وبلغت نسبة التضخم 13% 12% فاصل 9 لنكن اكثر دقة ما هي سياستكم بخصوص البنك المركزي لروسيا البنك المركزي ملتزم بسياسة نقدية متوازنة للغاية وتفيب اتفاقيات المنظمات المالية الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي ليس علينا ديون لصندوق النقد الدولي وبالمناسبة لم تسدد روسيا ديونها لدى صندوق النقد الدولي فحسب بل سددت ديون الجمهوريات السوفيتية السابقة بما في ذلك اوكرانيا والتي بلغت 16 مليار دولار وانا اتحدث عن سياستنا النقدية نحن على اتصال مع كريستين لاجردي وزملاء اخرين في صندوق النقد الدولي نجعلهم يعرفون ما نفعله واننا استمعنا الى توصياتهم وانا اعلم جيدا ان قيادة صندوق النقد الدولي تعطي تقييم سياسة البنك المركزي لروسيا وتقييمهم لنا ايجابي تتحدث كما لو ان صندوق النقد الدولي شريكا لروسيا او ان وول ستريت تريد لروسيا ان تنجح الا تعمل وول ستريت جاهدة على تدمير الاقتصاد الروسي لصالح الولايات المتحدة الامريكية انا لا اتحدث عن وول ستريت الان اذا تحدثنا عن الادارة الامريكية فمن المؤكد انها لديها تأشيرة دخول خاصة في الاونات الاخيرة وستعامل روسيا كمنافس يعتقد الكثير من الامريكيين انه لا يوجد نظام هنا في روسيا وانت بالفعل لم تصلح ذلك لا يتعلق الامر بالحصول على الكثير من القوة ولكن باستخدام كل هذه القوة بطريقة صحيحة هل تفقد السيطرة في بعض الاحيان؟ هل حدث انك مررت بيوم سيء؟ انا لست امرأة لذلك ليس لدي ايام سيئة انت الان اهنت خمسين في المائة من الجمهور الامريكي هكذا سيرون ما قلته للتو لا اريد ان اهين احدا انها فقط طبيعة الاشياء اذا فان المرأة بالنسبة اليك تميل الى ان تكون اكثر عاطفية وانت تريد ان لا تتطفل عواطفك على افكارك هناك دورات طبيعية معينة لدى الرجال ايضا لكنهم اقل وضوحا في ذلك كلنا بشر هذا طبيعي لكن لا ينبغي لاحد ان يفقد السيطرة اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلك كل جديد